الملف اليمني في الأربقة الإقليمية والدولية بين مد وجزر بحسب ما تقتضيه المصالح الدولية بينما تبدو القرارات الدولية الصادرة عن المجتمع الدولي ذاته ضمن المرفقات الورقية لمجلس الأمن بين فترة وفترة تبرز على السطح تحركات دولية تعيد الملف اليمني للتداول من جديد وهذه المرة كانت برلين هي إحدى المحطات التي وصل إليها موثل الصراع في اليمن وسط كثير من التكتم واعتبار ما يحدث ليس إلا لقاء روتينيا بين خصمين وصلاة تحت بند الحرج ليس إلا تحركات ولد الشيخ الأخيرة هي الأخرى لا تبدو ذات جدوى سياسية خصوصا بعد فشل أهم محطة سياسية كانت كفيلة بإنجاز حلول مستدامة في مشاورات الكويت التي تملصت فيها ميليشيا الإنقلاب عن الالتزام بأي حلول دون ضغوط دولية حقيقية عليها الحديث عن الانسحاب من الحديدة كبديل عن الانسحاب من صنعاء وما حولها جديد التداولات الإعلامية والسياسية المتعلقة بما عرف بتعديل الخارطة السياسية التي يحملها المبعوث الأممي في حقيبته المتنقلة دون إشارة على التزام الطرف الإنقلابي بتنفيذ ذلك من واشنطن ترتفع نبرة عالية تقول إن إدارة ترامب ستغير سلوك إيران والحوثيين بالقوة وهو التهديد الأعلى منذ بداية الأزمة في اليمن وبحسب مراقبين فإنه في حال تحول هذا التهديد إلى أفعال سيكون تحولا واضح المعالم في سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه المنطقة بما فيها الأزمة اليمنية التواعد الأخير للحوثيين وإيران من قبل واشنطن جاء على لسان وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي الذي أكد أن سياسة الرئيس ترامب ستشمل أشكالا مختلفة من القوة لتغيير سلوك بعض الدول والجماعات مثل إيران وجماعة الحوثيين في اليمن تأكيدات الوزير الأمريكي أن العمل العسكري مفيد في بعض الظروف جاء بصفته عسكريا سابقا دون الإصلاح عن طبيعة ذلك العمل وهل سيتغير تحفظ واشنطن عن الحسم العسكري للمعركة في اليمن من قبل قوات التحالف هذا ما ستؤكده المرحلة القادمة أو تنفيه